مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد أعزائي التنميذ إذن درسنا لهذا اليوم والدرس الأخير من الوحدة الأولى في مادة النشاط العلمي كتاب التجديد في النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي إذن درسنا هو التغيرات الفيزيائية والكيميائية الصفحة 14 إذن نبدأ بألاحد وأتساءل تبين لسعيد بعد عودته من صفر دام مدة طويلة أن بباب منزله صدأ الصدأ هي تلك المادة بنيت اللون التي ستظهر على الحديد وأن قطع الثلج التي كانت بمجمدة الثلاجة قد انصهرت بالإضافة إلى تغيرات على شعر ابنة خالته إما أنها قامت مثلا بصباغة شعرها أو أنها قامت بقصه إذن وقع تغيرات على شعر ابنة خالته إذن هنا لدينا في هذا النص مجموعة من التحولات أو التغيرات التي وقعت إذن هنا لدينا تغير وقع في الباب الذي تصدأ وأيضا تغير وقع في الثلج يعني هناك انصهار للثلج عند انقطاع الكهرباء أو عندما نضع قنينة متجمدة في الشمس فإنها تنصهر بإضافة إلى تغير في شعر ابنة خالته إما أنها قامت بصباغته أو أنها قامت بحلقه أو قصه إذن السؤال الذي يمكن طرحه هنا ما هي إذن سؤال التقصي الذي يمكن أن نطرحه سؤال التقصي ما هي التغيرات ما هي أو ماذا تسمى ماذا تسمى هذه التغيرات التي تطرأ من حولنا التي تطرأ من حولنا مثلا ماذا نسمي التغير الذي يطرأ على الثلج عند انصهر الثلج ماذا نسمي التغير الذي يطرأ على الحديد يعني عندما يتحول إلى صدأ إلى آخر إذن بنسبة الفاردية فاردية إذن ماذا نفسارد إذن الفاردية الأولى هذه التغيرات ماذا تسمى إذن الفاردية الأولى هي أن هذه التغيرات هي تغيرات تغيرات فيزيائية والفاردية الثانية أن هذه التغيرات هي تغيرات كيميائية إذن لدينا نوعان من التغيرات إذن في هذا الدلسة إن شاء الله سوف نرى ما الفارق بين التغيرات الفيزيائية والتغيرات كيميائية وأيضا كيف يمكن لي أن أفرق بين تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية وأيضا سوف نتعرف عن الخصائص لهذه التغيرات إما تغييرات فيزيائية أو تغييرات كيميائية إذن نبدأ بالنشاط الأول التحول الفيزيائي التحول الفيزيائي أخذ قنينة تحتوي على كمية من الثلج أترك القنينة تحت أشيعات الشمس لبدع دقع إذن في الوضعية الأولى أو في الوثيقة الأولى أخذنا قنينة تحتوي على الثلج قمنا بإخراج القنينة من الثلج ثم نضعها في الشمس وبعد مدة نلاحظ انصهار الثلج بالقنينة أو ذوبان الثلج الذي يوجد بالقنينة أعيد هذه القنينة يعني أعيد الماء السائل بالقنينة إلى مجمدة الثلج لنقوم بإعادة هذا الماء إلى الثلج إذن ماذا نلاحظ؟ ماذا سوف يقع لهذا الماء؟ سوف يتحول إلى الثلج إذن سوف يقوم وسوف يتجمد إذن أولا لنجيب عن الأسئلة أحدد الحالة الفيزيائية للثلج قبل وبعد انصهاره الحالة الفيزيائية إذن النشاط الأول النشاط الأول واحد إذن ما هي الحالة الفيزيائية؟ كيف كان الماء قبل أن ينصهر؟ كان صلبا يعني الماء كان صلب وأصبح عندما انصهر أصبح سائلا أصبح كان ثلجا فأصبح ماء سائلا إذن السؤال الأول يعني الماء الماء أو لا الثلج في الأول يعني في الوثيقة أحدد الحالة الفيزيائية للثلج يعني الثلج في الوثيقة في الحالة الأولى في الحالة الأولى كان صلبا ثم أصبح بعد الانصهار ثم أصبح سائلا بين الخوطين بعد الانصهار يعني بعد الذوابان أصبح سائلا ثم عندما وضعناه في الثلاجة عندما وضعنا هذه القنينة التي ذابت أو وضعناها في الثلاجة ماذا سوف ترجع إذن ثم عندما وضعنا هذه القنينة في الثلاجة سوف تعود إلى طبيعتها الأصلية وهي أنها سوف تصبح متجمدة أي سوف تصبح صلبة إذن هنا لدينا تحول إنعكاسي من الصلب إلى السائل ومن السائل إلى الصلب إذن يمكننا العودة إلى الحالة الأولى التي كان عليها الثلج أحدد ثانيا أحدد نوع التحول الحاصل للثلج بعد السهارة إذن ما هو نوع التحول الحاصل هل هو تحول فيزيائي أم تحول كيميائي إذن نوع التحول الحاصل للثلج بعد السهارة لماذا؟ لأن المادة لم تتغير المادة الأصلية لم تتغير وهو الثلج لم تتغير لم يكن أو لم ينتج عن هذا التحول لا اختفاء ديال الثلج ولا نواتج أخرى إذن بقيت لنا نفس المادة هو أيضا نفس الخصائص ديال الماء إذن هنا لم يقع تغير للمادة عندما لم تتغير المادة فيسمى هذا التحول تحول فيزيائي أي أننا نحافظ على نفس المادة الأولية التي هي الثلج أبين كيف يمكن استرجاع الثلج من جديد كيف يمكننا استرجاع الثلج من جديد بوضع القنينة في مجمدة الثلاجة إذن ثالثا يمكننا استرجاع استرجاع الثلج من جديد بوضع قنينة الماء في المجمد أو في مجمدة الثلاج الثلاج وسوف يصبح ثلجا إذن هنا كان لدينا ثلج ثم قمنا بوضعه في الشمس فانصهر وتحول إلى ماء سائل وعندما عجعناه عندما قمنا باسترجاعه إلى الثلاجة تحول من ماء إلى ثج إذن هنا عندنا تحول إنعكاسي يعني حافظنا على نفس المادة الأولية وتحولت الحالة الفيزيائية من صلبة إلى سائلة إذن عندما تتحول الحالة الفيزيائية من صلبة إلى سائلة ومن صلبة فهنا يكون لدينا تحول إنعكاسي ما معنى تحول إنعكاسي يعني أننا قمنا باسترجاع المادة الأولية المادة الأولى التي هي الثلج يعني يمكننا استرجاعها كيف يمكننا استرجاعها وذلك بوضع ذلك القنينة التي دابت في الثلاجة مجددا فتصبح ثلجا إذن هنا التحول الفيزيائي هو التحول الفيزيائي هو تحول هو تحول إنعكاسي إنعكاسي أي قابل لإنعكاس ما معنى قابل لإنعكاس لدينا مثلا الثلج يصبح ماء سائل ماء والعكس صحيح والماء يمكن أن يصير ثلجا بعد تجميده نفس الشيء الملح والماء الملح والماء إذن إذا قمنا بإذابة الملح في الماء سوف يصير يعني ماء مليح وعندما نقوم بتجفيف أو تبخير الماء يصبح الملح يعني هنا لدينا تحول إنعكاسي يمكن استرجاع المادة الأولية التي هي الملح نفس الشيء بالنسبة للثلج إلى آخر إذن التحول الفيزيائي هو تحول قابل للإسترجاع يعني يمكن استرجاع المادة الأولية إذن ننتقل إلى النشاط الثاني التحول الكيميائي لشانجمون شيميك الكيميائي لشانجمون شيميك أخذ سلكا حديديا لتنظيف الأواني إذن لاحظوا مع الوثقة الرابعة هذا السلك الحديدي نستعمله لتنظيف الأواني يعني نقوله بالدرجة الجكس أقرب مغناطيسا من قطعة سلك حديد تنظيف الأواني إذن عندما نقرب المغناطيس من الحديد ماذا يقع إذن من خاصية الحديد أنه ينجدب إلى المغناطيس إذن عندما نقرب سلك الحديد من المغناطيس ينجدب أعرض هذه القطعة للهواء الراتب لمدة أسبوعين يعني أضعها في الهواء يعني عندما أغسر بها الأواني أتركها في الهواء لمدة أسبوعين وألاحظ إذن لاحظ معي في الوثقة 6 عفوا أعرض هذه القطعة للهواء الراتب لمدة أسبوعين ثم ألاحظ الوثقة إذن لاحظ معي في هذه الوثقة 6 ماذا وقع لهذا السجل الحديد إذن ماذا وقع لاحظ لونه كان هنا لون رمادي فأصبح لونا بنيا إذن وقع له تغيير وهذا ما يسمى بالصدأ الحديد أي أنه تصدأ إذن هذا اللون يسمى صدأ الحديد أقرب مغناطيسا من المادة المتكونة وألاحظ إذن عندما نقرب المغناطيس إذا يمكنكم فعل هذه التجربة في منازلكم أعزائي تلمي إذن قوموا بأخذ قطعة حديد مصدأة وقوموا بتقريب المغناطيس إليها ولاحظوا هل هذه المادة سوف تنجذب إلى المغناطيس أم لا إذن لن تنجذب إلى المغناطيس المادة لن تنجذب إلى المغناطيس إذن ماذا نستنتج من الذي ينجذب إلى المغناطيس الحديد وهنا هل ينجذب هذه المادة إلى الغاطيس لم تنجذب إذن هل يوجد الحديد في أسلوات 6 هل بقي لنا الحديد لم يبقى لنا الحديد وإنما تحول من حديد إلى صدأ الحديد إذن المادة الأولية اختفت لم تعود هناك المادة الأولية التي هي الحديد اختفت إذن أسمي الجسم المتكون على سلك الحديد بعد مدة من تعرض إلىها إذن رابعا النشاط الثاني النشاط الثاني النشاط الثاني إذن المادة المتكونة المادة المتكونة أو الجسم المتكونة على سلك الحديد الماء أو الجسم المادة المتكونة المتكونة على سلك الحديد تسمى صدأ الحديد تسمى صدأ الحديد نسبة خامسا أقارن بين خاصية الحديد والمادة المتكونة عليه إذن ماذا نعرف بأن خاصية الحديد إذن نعلم أن نعلم أن الحديد ينجذب إلى المغناطيس إلى المغناطيس أما المادة المتكونة عليه وهي صداء الحديد هل تنجذبه إلى المغناطيس لم تنجذب إلى المغناطيس إذن أما المادة المتكونة عليه المتكونة على عليه يعني على صداء على سلك الحديد بين قوسين صداء الحديد لا تنجذب إلى المغناطيس وهذا دليل على أن الحديد لم يعد موجوداً أي أن الحديد تم استهلاكه وتحول إلى صداء الحديد سادساً أعطي اسم المادة التي تخصف نهائياً بعد مدولة يمكن استرجاعها إذن هنا هل يمكننا استرجاع الحديد؟ هل هناك طريقة لاسترجاع الحديد؟ لا يمكننا استرجاع الحديد لماذا؟ لأنه اختفى والدليل على اختفائه وعدم جذبه من طرف المغناطيس إذن في التجربة عندما وضعنا أو عندما قرمنا المغناطيس من صداء الحديد لم ينجذب وهذا دليل على أن الحديد اختفى إذن سادساً المادة التي اختفت المادة المختفية هي الحديد هي مادة الحديد إذن هنا مادة الحديد ولا يمكن استرجاعها ولا يمكن يعني ممكنناش نسترجاعها ولا يمكن استرجاعها استرجاعها إذن هنا يسمى هذا التفاعل تفاعلاً كيميائي تفاعل كيميائي أو تحول عفوا تحول تحول كيميائي إذن هذا يسمى تحول كيميائي إذن تحولنا من مادة الحديد إلى مادة صدق الحديد وهذه المادة التي هي الحديد لا يمكن استرجاعها إذن هذا التحول هو تحول غير انعكاس تحول غير انعكاس إذن على عكس التحول الفيزيائي فالتحول كيميائي وتحول غير انعكاسي لمادة لأن المادة الأصلية أو المادة الأولية لا يمكن استرجاعها إذن مثلا مادة الحديد لا يمكن أن نسترجعها لتعودها حديدا إذن هنا فالتحول غير انعكاسي إذن مثلا الحديد عندما يتفاعل مع الهواء يعطينا الصدق عندما يتحول إلى صدق وهل يمكن للصدق أن يعود إلى حديد لا يمكن إذن فهذا التحول يسمى تحول غير انعكاسي إذن الآن التحولات الكيميائية هي تحولات غير انعكاسية ننتقل الآن إلى النشاط الموالي النشاط الثالث بعض التحولات بجسم الإنسان إذن سوف نرى بعض التحولات التي تحدث بجسم الإنسان تحدث عدة تغيرات بجسم الإنسان الوثيقة 8-9-11-11 إذن كما تلاحظون هذه الطفلة تقص شعرها إذن هنا نقص الشعر إذن عندما نقصه يكبر ثم نقصه يكبر هنا تسوس الأسنان يعني يحدث تسوس الأسنان وننفخ فيها فماذا نلاحظ؟ نلاحظ وجود ضباب ذلك الضباب ما هو؟ ذلك الضباب هو عبارة عن بخار الماء إذن ذلك الضباب هو عبارة عن بخار الماء إذن لإثبات أن الهواء الزفر يحتوي على غازات إذن ما هو لدينا في عمل التنفو الشهيق وزفير إذن في الشهيق فنأخذ أو ندخل الأكسجين وفي الزفر ماذا نخرج؟ نخرج ثنائي أكسيد الكربون إذن نستنشق الأكسجين وفي الزفر ننتج غاز ثنائي أكسيد الكربون إذن لكي نتأكد من وجود غازات في الزفر أنفخوا في كأس يحتوي على ماء الجير وثقة عشرة إذن لاحظوا مع هذا الوثقة عشرة ماذا كأس يحتوي على ماء الجير وقلنا سابقا بأن للكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون نستعمل دائما ماء الجير إذا تعكر ماء الجير فهذا دليل على أن الغاز ثنائي أكسيد الكربون موجود أما إذا لم يتعكر فهذا الغاز غير موجود إذن الوثقة 11 أمام المرآة الوثقة 11 كما سبعدنا فهذه الطفلة سنفخوا في المرآة فيظهر داباب الذي يحتوي على بخار الماء أبدأ ملاحظات ثم أفسرها إذن سابعا ما هي الملاحظات؟ إذن سابعا بالنسبة ألاحظ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ تعكر تعكر ماء الجير عندما ينفخ الطفل في الماء الجير نلاحظ تعكر ماء الجير وهذا بسبب وهذا بسبب وهذا دليل على دليل على وجود وجود ماذا؟ وهذا دليل على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون في هواء الزفر في هواء الزفر هذا وجود على غاز ثنائي أكسيد الكربون في هواء الزفر إذا نلاحظ معي أعزائي التلاميذ عندما نستنشق الأكسجين ونخرج ثنائي أكسيد الكربون إذن هل هذا تحول كيميائي أم فيزيائي؟ كان لدينا في الأول غاز الأكسجين إذن ماذا حل بغاز الأكسجين؟ تحول إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون إذن هنا المادة الأولى اختفت المادة الأولى التي هي الأكسجين اختفت وظهرت مادة أخرى التي هي ثنائي أكسيد الكربون إذن هنا تحول كيميائي تحول كيميائي بالنسبة للسؤال الموالد ثامنا أبدأ مازال إذن لدينا نلاحظ تعكر ماء الجير والطفل نلاحظ ماذا؟ نلاحظ وجود ضباب ضباب على المرأة وهذا دليل وهذا يدل على ماذا؟ وهذا دليل على أن هواء الزفير هواء الزفير يحتوي على بخار الماء إذن الآن لاحظنا بأن ماء الجير يتعكر إذن هذا يدل على وجود غاز تنائيس الكربون وإذن المرأة عندما ننفخه في المرأة فهذه المرأة تكون تحتوي على ضباب وهذا دليل على وجود ماء أو بخار الماء في هواء الزفير إذن بسماء السؤال المولي أحدد الغاز الذي أستنشقه خلال عملية الشهيق إذن ماذا نستنشق؟ حيث عملية الشهيق إذن نستنشقه غاز الأكسجين إذن خلال عملية الشهيق خلال عملية الشهيق نستنشق 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 غاز تنائي الأكسجين الأكسجين إذن لابد لكي نسنفس لابد من وجود غاز تنائي الأكسجين وحددناه التحول خلال عملية الشهيق والزفير إذن خلال عملية الشهيق والزفير إذن قمنا بالإجابة مسبقا على هذا السؤال يعني ما هي العملية؟ هل هي تحول كيميائي أم هي تحول فيزيائي؟ قلنا بأن في الأول يكون لدينا أكسجين ويتحول إلى ثنائي الأكسجين إذن هنا اختفاء المادة الأولى وهذا دليل على قلنا عندما تختفي المادة الأولى فهذا دليل على هذا التحول هو تحول كيميائي إذن نوع التحول خلال عملية الشهيق والزفير تاسعة نوع التحول التحول خلال عملية الشهيق والزفير هو تحول كيميائي كيميائي لماذا هو كيميائي؟ لأن هناك اختفاء للأكسجين وضهور ناتج آخر وهو ثنائي أكسيد الكربون إذن الآن ننتقل إلى السخلص خلال التحول الفيزيائي لا يتغير تركيب المادة بينما يتغير شكلها ومظهرها إذن كما قلنا سابقاً ففي التحول الفيزيائي لا يتغير تركيب المادة يعني التركيب المادة لا يتغير كما لاحظنا في مثلاً لون الشعر الطفلة أو عندما تقص الطفلة شعرها هل يتغير الشعر المادة الأولى التي هي الشعر لا يتغير ولكن يتغير فقط شكلها ومظهرها يعني يتغير الشكل ديالها والمظهر مثل قص الشعر وانسهار الثلج إذن الثلج ماذا يقع له يتحول إلى ماء وأيضا يمكن أن نقوم باسترجاع ذلك الثلج بوضع ذلك القنينات الماء في الثلجة فتصبح ثلجا إذن هنا لدينا تحول فقط في الشكل ولكن المادة الأولى التي هي الماء للم تتغير بالعكس خلال التحول الكيميائي تغير تركيب المادة فتنتج عنه مواد جديدة ذات خواص مختلفة مثلا في الاحتراق ديال الخشب أو في احتراق جميع الاحتراقات يعني لدينا في الأول كانت المادة الأولى هي الخشب ونتجة عن ذلك الاحتراق نتجت عنه حرارة والضوء والثناء يكسر الكربون يعني هل بقيت المادة الأولى التي هي الخشب لا لم تتبقى هل يمكن استرجاع ذلك الخشب لا يمكن استرجاعه إذن هذا هو تحول كيميائي فتنتج مواد جديدة التي قلنا هي عبارة عن ضوء وحرارة وغاز ثنائي أكسيد الكربون إذن هذه مواد جديدة أو مثلا عندما يقع في الحديد عندما يتفاعل مع الهواء ينتج عنه الصدى الحديد وأثناء عملية الشهيق والزفير أيضا وأيضا عند الإحتراق التحول الفيزيائي هو تحول إنعكاسي كما قلنا إنعكاسي يعني يمكن استرجاع المادة الأولية كما في الثلج ومع الماء إذن الماء يتحول إلى ثلج ثم الثلج يتحول إلى ماء إذن هنا تحول إنعكاسي بينما التحول الكيميائي تحول غير إنعكاسي التحول كيميائي هو تحول غير إنعكاسي لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نسترجع المادة الأولى مثلا عندما نقول بحرق الأوراق هل يمكن استرجاع الأوراق عند حرقها؟ لا يمكن إذن هذا تحول غير إنعكاس ننتقل الآن إلى أطبق أقارن بين صدق شباك الحديد بالمنزل وانسهاره في المصنع لإعادة تشكيله إذن هنا لدينا نوعات من الحديد الحديد في شباك المنازل والحديد في المصنع إذن لاحظوا معي جيدا في شباك المنازل يتحول إلى صدق ولكن في المصنع نقوم بتعريض هذا الحديد إلى حرارة جد مرتفعة فينصهر ويتحول أو يمكننا إعادة تشكيله وصنع به مواد أخرى إذن في الأول ما نوع التحول في المنزل إذن في شباك المنزل هو تحول صدق إذن صدق صدق شباك الحديد بالمنزل بالمنزل هو تحول ماذا هو تحول فيزيائي أم كيميائي هو تحول كيميائي لأن اختفاء الحديد ويظهر لنا مادة أخرى ناتجة تسمى صدق الحديد إذن هنا تحول كيميائي أما في الحالة الثانية انصهار الحديد إذن هنا هل يختفى لم يختفي ولكن انصهار يعني قمنا بسعارة الحديد لحرارة مرتفعة فانصهر داب ذاب وعندما انصهر قمنا بتشكيل مواد أخرى أو قمنا بصنع عدة مواد أخرى انطلاقا من المادة الأولى اللي هي الحديد يعني انطلاقا من الحديد هنا هل الحديد اختفى لم يختفي إذن ماذا نسمي هذا التحول انصهار الحديد في المصنع يسمى تحولا فيزيائيا إذن أما انصهار الحديد الحديد في المصنع لإعادة تشكيله لإعادة تشكيله تشكيله يسمى يسمى تحولا فيزيائيا فيزيائيا لماذا فيزيائيا لأن المادة الأولى لم تختفي اللي هي الحديد فقط قمنا بتعريضها لدرجة حرة مرتفعة فتحولت إلى حديد منصهر ونعرف بأن عندما يصهر الحديد يسهل علينا تشكيله منه مواد أخرى ننتقل الآن إلى جابلك فيزيائيا في كل حالة تشكيله منصهر الحديد في كل حالة نوع التغير إذن هذا يصبح بشكل حديد منصهر الحديد في كل حالة دخيصة حالة نتقل الغير دخيصة حالة نتقل الغير منصهر حالة نتقل الغير منصهر الماء تبخر الماء هل يمكننا العودة إلى المادة الأولية الماء نعم إذن عندما نضع مثلا إناء فوق أو شيئا بارد فوق ذلك البخار فيتحول إلى ماء إذن هنا يمكننا الرجوع إلى المادة الأولية إذن هذا التحول يسمى تحولون فيزيع إذن سيطان شانجمان فيزيك إن دي سوليسون دي سيك إن دي سوليسون دي سيك دوابان السكر إذن إن دي سوليسون دي سيك دوابان السكر إذن هل يمكنك إعادة السكر إلى الحالة الأصلية التي كانت فيها هل هو تحول فيزيائي أم تحول كيميائي إذن هو ستان شانجمان فيزيك إذن عندما نقوم بتبخر إذا قمنا بتجفيف أو إذا وضعنا ذلك الماء الذي هو مذاك فيه السكر إذا قمنا بوضعه في إناء وقمنا بوضعه فوق نار حتى درجة الغلايان فسوف يتبخر الماء ويتبقى لنا السكر أو الملح نفس الشيء بالنسبة للملح إذن هنا لا تظهر لنا مواد جديدة لأننا قمنا من شروط التحول الكيميائي وظهور نواد جديدة واختفاء المواد الأصلية إن فيزيون ديفيغ إن فيزيون سهار الحديد هل سهار الحديد هنا يعطينا نواد جديدة لا إذن هنا يبقى حديد ولكن الحديد يكون مصنعي إذن ستان شانجمان فيزيك ستان شانجمان فيزيك إن كمبسيون دي بلاستيك إذن هنا ستان شانجمان شيميك لأنه تختفي البلاستيك يختفي البلاستيك وتظهر لنا نواد جديدة ستان شانجمان شيميك إن صليديفكياتيون يعني تجميد ولا دي الماء إذن تجميد الماء هو ستان شانجمان فيزيك لأن هنا كي سبقى كنحفظ على المادة الأولية ليهي الماء فتتجمد ويمكننا أيضا أن نقوم بإذابة ذلك الثاج لنحصل مجددا على الماء إذن درسونا لهذا اليوم قد انتهى لمزيد من الدروس ألمرجو أنكم تزوروا قناتي التعليمية والتوجيهة لتحصلوا على مزيدا من الدروس للسنة الخامسة والسادسة ابتدائي